بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا روى إمامنا مالك عن بي الزنات عن العرج عن بي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت ولماه يخفض يوم الجوعة فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جوعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله شكرا للمشاهدة 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 اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين والمؤمنات لقد ابتليت أمتنا الإسلامية في القرن الماضي بالاستعمار وهو حقيقته استخراب واستكبار الذي سطى على بلاد المسلمين وجتا على الأمة الإسلامية فأفسدها فكانت دول الشام الأردن وفلسطين ومعها مصر من نصيب الاستعمار البريطاني الاستعمار البريطاني وهبى من خلال وعد بلفور في عام الف وتسعمائة وسبعة عشر الحق في احتلال دولة فلسطين ومعها المسجد الأقصى ومن ذلك الوقت وهم يخططون لتنفيذ هذا الأمر فأعلنوا قيام ما يسمى بدولة بدولة اليهود أو دولة إسرائيل في عام في عام ثمان وأربعين وتسعمائة وألف وربما كانوا يخططون أن هذا الأمر سينتهى منه في عقد أو عقدين أو ثلاثة لكن مضت مضت مضى أكثر من قرن على بداية هذا المخطط وما زال الفلسطينيون يقاتلون بصدورهم ويقاتلون بأبدانهم وأموالهم وأنفسهم منعا من القضاء على هوية هذه الدولة وهوية المسجد الأقصى وإن قضية فلسطين ومعها قضية المسجد الأقصى ليست قضية تصفية استعمال لدولة مسلمة فحز لا المسلمون إذا احتل شبر من أراضيهم فيكونون جميعا معنيين بهذا الاحتلال ولا يقال إنها قضية لدولة أخرى لما تأخرا تحرير بعض الدول كالجزائر مثلا استشعر المغاربة جميعا أنهم معنيون بطرد الاستعمار الخاشر عن دولة الجزاء الشقيقة وكل دولة المسلمة وكل دولة المسلمة تحتل فيستشعر المسلمون جميعا من منطلقي وأن هذه أمة كن أمة أمة واحدة ومن منطلقي إنما المسلم مؤمنون إخوة أنهم جميعا معنيون بطرد هذا المستعمر لكن قضية فلسطين والقدس ليست قضية كهذه القضايا وإنما لها خصوصية عظيمة ومن هذا فلا ينبغي أن ينسى المسلمون قضية المسجد الأقصى موضوع خطبتنا إذن حتى لا ننسى المسجد الأقصى عباد الله لقد صلى المسلمون في أولي الإسلام كما يروي سيدنا البراء بن عازم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كما في الصحيحين صلوا ست عشرة سنة ستة عشر سنة أو سبعة عشر سنة إلى بيت المقدس ثم شرع الله لهم وأمرهم أن يستقبلوا المسجد الحرام ولهذا يوصف المسجد الأقصى بأنه أولى القبلتين فللمسلمين قبلتان اتجاههم قبل المسجد الأقصى وهي قبلة منسوخة واتجاههم قبل بيت الله الحرام قبل الكعبة وهي القبلة التي تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال سبحانه وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ومن الله بغافر عن ما يعملون فكان المسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى إلى القدس ثم أمر الله نبيه بأن يستقبل المسجد الحرام وكان جماعة من المسلمين يصلون قبل المسجد الأقصى فأتى آتهم كما في الصحيحين وموضأ مالك وغيرها فجاء جائب فقال إن القبلة قد تغيرت قبل المسجد الحرام فاستداروهم في صلاة فصلوا صلاة شطرها قبل المسجد الأقصى وشطرها قبل مسجد الله الحرام في المسجد الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين وليس له خصوصية وليس تشرع زيارته إلا على سبيل السياحة لكن ليس له خصوصية أبدا لا يتبرك به ولا أي شيء فهو مسجد الكسائر مساجد مكة فالمسجد الأقصى له مكان في قلوب المؤمنين المسلمين جميعا فهو قبلتهم الأولى ثم إن ربنا سبحانه وتعالى أسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وسماه مباركا فقال سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فقال باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير فوصفه الله بأنه مبارك وأنه بارك ما حوله فهو مسجد مبارك سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فدل هذا على أن المسجد الأقصى لا يوصف بأنه مسجد الحرام ولا بأنه حرام ومن الخطأ التعبير بالحرم القدسي أو الحرم الإبراهيم كل هذا خطأ فقد أجمع علماء الإسلام على أن الحرم ليس إلا حرمان وهما الحرم المكي والحرم المدني فقد حرم الله صيد مكة والمدينة وحرم قطع أشجارها ونباتها وحرم القتال فيهما لكن كل ذلك ليس بمحرم في المسجد الأقصى فلا ينبغي أن يقال بأنه ذالد الحرمين هذا خطأ أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيما في ليلى إلى المسجد الأقصى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنبياء بالأنبياء أمهم في المسجد الأقصى كانت حانة صلاة يقول فحانت صلاة فأممتهم كما رواه مسلم في حديث الإسراء الطويل من حديث أبي هريرة رضي الله جبارك وتعالى عنه وأرضا للمسجد الأقصى للمسجد الأقصى مكانة خاصة عند المسلمين فهو أحد ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال فقد روى الإمام البخاريه المسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا أي المسجد النبوي في المدينة والمسجد الأقصى لا يجب في الإسلام أنك تهز حواجة كنتم غالشات تبيع المسافر في المسجد بخصوصه إلا المسجد الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة والمسجد الأقصى بالقدس وقد وصف الله سبحانه وتعالى الأرض أرض فلسطين بأنها مقدسة فقال سبحانه على لسان سيدنا موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وكذلك فإن الصلاة في المسجد ستأتي هذه والدجال والدجال قد عسم الله عز وجل منه بيت المقدس فقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإنه سيظهر على الأرض أي الدجال في آخر الزمان وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس بل سيقتل الدجال على مقربة من القدس الشريف فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث النواس بن زمعان رضي الله عنه وأرضاه يقتل ابن مريم الدجال بباب لد ولد مكان قرب بيت المقدس فهذه بعض من النصوص التي تدل على مكانة مسجد الأقصى في نفوس المسلمين وفي دينهم وفي عقيدتهم أقول ما تسمعون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الواحد الأحد الفرض الصمد المنزه عن الوالدة والزوجة والولد والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله إن إخواننا الفلسطينيين المرابطين في بيت المقدس لا يستحقون مننا المساندة والدعم والدعاء بكل وسيلة ممكنة لولا ثبيتهم بعد الله لن يحير المسجد الأقصى تعلمون أن من أغلى الأراضي في العالم هي الأراضي في مدينة القدس وإن اليهود الصهاين ليعرضون على سكاني القدس وفلسطين أموالا باهطة تجعل ممن يبيع بيته أمير يلتقل إلى أي دولة شاء وقد عُرِد عليهم أن يجنسوا بأي جنسية شاء في أمريكا وفي أوروبا وغيرها وأن يُعطوا الأموال الباهطة التي لا تُعد ولا تُحصى جزاء التخلي عن وطنهم وعن دولتهم وعن مدينتهم المقدسة لكنهم يرفض وإني لا أحسب أن كثيرا من أبناء المسلمين اليوم في غير المسل الأحصى لو عُرِد عليهم فتات من الدنيا قليل لباعوا القضية بيعا لا رجعة فيه ولا خيار فيه إنهم يساومون بكل ثمن وبكل مقابل لكنهم لا يتنازلون يصبر الواحد منهم على الفقر وعلى شظف العيش ولا يبيع داره أو منزله أو منزله أو أرضه وقد تُغتسب منه عنوة البدا مقابل لكنه يرث أن يأخذ المقابل لا يقول إنهم صالحين معصومين فيهم تفريد وفيهم ما فيه من المسلم ما في المسلمين من المعاصي والذنوب لكنهم يمتحون ويباركون على هذه الخصلة وهي استمساكهم بإعمار بيت المقدس بإعمار المسجد الأقصر والصلاة فيه واعتسامهم ومرابطتهم فيه في كل مناسبة يحاول العدو الغاشم الصهيوني بدعم من الصليبيين انتهات حرمة المسجد الأقصر لإفساده وهدمه لبناء ما يسمى بالهيكل الذي لا وجود له إلا في أذهان الصهاينة التي ملأتها الخرافة والخزعبرة بعدما حرفوا كتاب ربهم وحادوا عن منهج نبيهم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي سيتبرأ منهم يوم القيامة لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الخطاب كما في المسند حين رأاه ينظر إلى صحيفة من التوراة أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب فوالله لو أن أخي موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني فلو ستقوا في اتباع سيدنا موسى لاتبعوا البشارات في التوراة التي تبشرهم بمبعث سيدنا محمد وتأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم لكنهم كذابون أفاكون حرفوا الكتب وقتلوا الأنبياء وعادوا شريعة رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وإن نبينا عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام قد تنبأ بما يحصل الآن في بيت المقدس ومن هذه المساومة على أرض الفلسطينيين والمقدسيين وحرصهم وتشبتهم ببيوتاتهم وبمنازلهم وبأراضيهم قد تنبأ بهذا وأخبر بهذا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وصححه ووافقه الذهبي والألباني رحم الله الجميع عن أبي ذل من غفار رضي الله تبارك وتعالى عنه قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل مسجد رسول الله أم بيت المقدس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه فالصلاة في المجد الحرام بمئة ألف صلاة في مكة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بأربع صلوات بمعنى أن الصلاة في المسجد الأخصى بمئتين وخمسين صلاة أما كونها بخمسمائة صلاة فالحديث فيه ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صرات فيما سنحصى بمئة وخفصين صرات ثم قال بعدها وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّهُ وَلَيُوشِكَ النَّامِ أن يكون للرجل مثل شطان فرصه من الأرض حيث يرى بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها من الدنيا جميعا قال يوشك أن يكون للرجل موضع مثل شطان فرص يعني مثل حبل الفرص حبل الفرص مكان مثل يعني موضع صغير جدا يقع في السنتيمترات أو في المليمترات قال وَلَيُوشِكَ النَّامِ أن يكون للرجل مثل شطان فرصه من الأرض حيث يرى بيت المقدس يكون قريب من القدس من القدس والمدينة وبيت المقدس أو المسجد الأخصى والمسجد والمسجد الأخصى نقلت الإداعات والقنوات قبة الصخرة فقالوا ها هو المسجد الأخصى من يهدى والحقيقة أنه هو دنية بالله نسأل الله أن لا يمكنهم من ذلك قال وَلَيُوشِكَ النَّامِ أن يكون للرجل مثل شطان فرصه من الأرض حيث يرى بيت المقدس خيراً له من الدنيا وما فيها فمن هنا هذا مما تنبأ به رسول الله وهو من معاني صدق نبوته صلى الله عليه وسلم حرص المسلمين على سكن المسجد الأخصى وإن زيارة المسجد الأخصى اليوم وإن تكلم فيها الناس ومنعوها بالعاضفة فإنها ليست محرمة وليس فيها تطبيعاً وليس فيها إقرار الاحتلال فإن الذي يزور المسجون لا يقر بعدل سجنه وكذلك المسجد الأخصى فإن زيارته ولو عن طريق التأشيرة الصهيونية ليس فيه أبداً إقراراً لإحتلال المحتلين وشرعية الصهاينة المجرمين وإن الذين يمنعون ذلك ليس له ذلك لا يركبون على ذلك لا يمتطون لذلك دليلاً من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال العلماء المتقدمين إنما هي العاطفة الهوجة التي لا تتأصل بالأللة الشرعية وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار مكة المكرمة وهو ممنوع منها والمشركين يقيمون الشرك عليها ولم يمتنئ من زيارتها والعمرة فيها بدعوة أنها تحت سلطان كفار قريش في مكة فاللهم لا تحرمنا جميعاً من زيارة المسج الأقصى والصلاة فيه يا رب العالمين ولا تحرمنا قبل ذلك كله من رؤيته متهذراً من نجس الصهاينة المجرمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم كلهم ولياً ونصيراً ومعيناً وظهيراً اللهم وفق أمير المؤمنين رئيس نجلة القدس لاستمرار في مخططه وفي سياسته القاضية بمنع سياسة الصهاينة التهويدية للقدس والرامية إلى القضاء على معالمها ولغتها وهويتها العربية الإسلامية فالله موفقه لذلك وسدده يا رب العالمين واجعل إعادة القدس على يديه مع إخوانه لقادة الدول يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمسلكين ودمر أعدائك أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا حي يا قيوم لرحمتك نستغيث أصلحنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اجعل خير أعملنا خواتيمها وخير أيامنا يوم القدوم عليك اللهم وفق أمير المؤمنين لما تحبه وترضاه عليه اللهم الحق حقا ننفق اتباعا عليه البعض لبعض ننفق اجتراما أقر الله معينه الملي عهده وبسنوه وبسائل أفراد أسرته وشعبه اللهم فرج هم كل ذيهم ونفس كرب كل ذيكر اقذي لكل مدين اشف كل مريض مسلم عاف كل مبتنى مسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين